تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدل الأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياض رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية انطلقت منافسات أشواط الخليجيين بمسابقة ناصر بن حمد للصقور والصيد وقدم الصقارون المشاركون مستويات مميزة في منافسات اليوم الأول لأشواط الخليجيين حيث شهدت مشاركة واسعة فاقت السبعين صقارا وسوف تستكمل أشواط الخليجيين اليوم بإقامة فئة الشواهين وفئة جيرات الشواهين وقيمت منافسات اليوم الأول لفئة الحرار وفئة جيرات الخلط حيث تمكن الإماراتي خلفان شافي المنصوري من إبراز شوط جيرات الخلط بكل جدارة واستحقاق على الرغم من المنافسة القوية التي شهدها الشوط فيما أحرز الإماراتي حمد أحمد بن مجرن لقب شوط الحرار بعد منافسة قوية من الصقارين وبالأخص من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة هذا وشهد اليوم الأول من منافسات أشواط الخليجيين بمسابقة ناصر بن حمد للأسقور والصيد حضورا كبيرا من الملاك والصقارين ومحبي رياضات الأسقور هذا ويستعد الصقارون الخليجيون للمشاركة في فئتي الشواهين وجيرات الشواهين حيث سيتأهل بطلاء الفئتين للمشاركة على لقب النخبة وسيف النخبة على كؤوسي سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر